هتجيب اي ريموت قديم عندك في البيت اي نوع هينفع لفكرة بتاعت النهاردة. الاسماء اللي زهرت اعلى الشاشة دي اللي اجبت صحة على سؤال الحلقة السابقة. طيب احنا الوقتي هنعمل ايه بالريموت اللي معانا ده? الفكرة اللي هنعملها بالريموت هتحل مشاكل كتير عندك في البيت. بس تنفزها زي ما هقولك دلوقتي ان شاء الله. اول حاجة هنحتاج نفيك الريموت ده من بعضه. هو بيكون راكب كابس على بعضه مفيش مسامير ولا حاجة. هنفقه بالطريقة دي. هنشيل الغطاء البلاستيك ده وبعد كده هنرجع نشيل البوردة بتاعته. ونرجع كمان نشيل الزراير بتاعت الريموت وهي دي اللي هنستخدمها النار. تريد تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة ومستاني رأيك على الفيديو. هنجيب اي طبق صغير معدن اهم حاجة يكون معدن. وبعد كده هنجيب جلة او الزراير وهنحطها في الطبق بالشكل ده. وهنولع فيها. تبه تاخد وقتها لحد ما تبقى معاك رماض. وهو ده الرماض اللي خرج معنا من جلة وعشان نستخدمه بشكل صحيح لازم نخرج منه الشوائب فهنحتاج مصفى وطبق اخر. نبدأ كده بالمعلقة نحاول الرماض ده على المصفى بالشكل ده. لحد ما نحط الكمية كلها اللي معنا. ممكن نضغط كده ونلف المعلقة تساعد في تصفية الرماض بالشكل ده. كده احنا صفينا الحبة اللي معنا. شايفين الفرق عامل ازاي? بقت نعمة بشكل كبير جدا. المادة اللي حضراتكم شايفينها دي حرفيا كنز معاك. اقوى مادة مضادة للماء ممكن تشوفها في حياتك. ممكن تستخدمها في المنزل لحالة مشاكل الرطوبة والبرومة اللي بتصيب التلاجات والغسلات من الاسفل بسبب الماء. وعلشان نتأكد من فعالية المادة هسبت لكم بالتجربة قد ايه المادة دي مضادة للماء. هنجيبه عاء ممتلئ بالماء. اول حاجة هنجرب على قدينة كده نشوف هتقدر تعزل الماء عن ايدي ولا لا. طبعا انا هادن ايدي مش هسيب حاجة خالص هادهن من فوق ومن تحت. واحنا بندهن كده عايزة اوضح حاجة مهمة. ضروري لما تيجي تستخدم المادة دي لعلاج الرطوبة او الحماية من البرومة تخلطها بفزلين علشان يساعد فقط في التصاق المادة باي جدار سواء كان معدني او خرصاني هتدهن عليه. كده انا ده هنتكف ايدي. هابدى اجيب الماء وهجرب كده اضيف ميا بالازاز على ايدي. شايفيني النتيجة الميا تتجمع على ايدي بشكل غريب جدا. اقدر العب بها فعلا مادة غريبة جدا جدا. مهما ضفت ميا مستحيل تختارك المادة. هتلاحز انها بتنزلك من ايدي ومفيش على ايدي اي اسهر مياه. لان المادة عاملة عازل قوي جدا ضد الماء. هجرب كده اغطس كاف ايدي بداخل الماء. لو بصيك كده هتلاحز ان في طبقة من الفقاقيع صغيرة تقوم بعزل ايدي عن الماء. لاحز كده سبحان الله شكل ايدي بعد ما خرجت من الماء لكنها ما شفتش مياه من سنين. طيب بعد ما شفنا قوة المادة دي وعزلها للماء. اكيد في سؤال خطر على بال كتير من حضراتك. وهو طالما المادة مضادة للماء بالشكل الرهيب ده. تغسل ايدك ازاي. الاجابة بكل سهولة هتغسل ايدك باستخدام الصابون فهقوم باضافة صابون على ايدي وافريكها ببعضها قويس بالشكل ده. وبعد كده هقوم بشطفها بالماء. هتتغسل معك بكل سهولة. فكرة جميلة جدا لازم تجربوها. نيجي لسؤال الحلقة. هو صحابي وقائد عسكري مسلم. واحد القادة الاربعة في الفتح الاسلامي للشام. وقائد الفتح الاسلامي لمصر. واول والم مسلم على مصر بعد فتحها. حضر مع قريش غزوة بدر وغزوة احد وغزوة الخندق. اسلم في السنة التامنة للهجرة. وقال اسلم بعد تفكير طويل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اسلام. اسلم الناس وآمن ثم ذكر اسمه. امن هو? اكتب اجابتك في تعليق اسفل الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.